قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه مسال يوم بزيارة إلى ضيف البلاد الكبير أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بمقر إقامة فخامة الرئيس المصري وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين وشاد جلالة الملك المفدة بهذه الزيارة الأخوية لفخامة الرئيس المصري لبلده الثاني مملكة البحرين والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات البحرينية المصرية وما تشده من تطور مستمر في شتى الميادين معربا جلالته حفظه الله عن اعتزازه وتقديره للدور القيادي والتاريخي الذي تطلع به مصر الشقيقة في خدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية ولم الشمل بين الأشقاء وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك مؤكدا جلالته أن مصر القوية هي سند وقوة لكل العرب من جانبه أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره الجزيل وتقديره البالغ لصاحب الجلالة الملك المفدة على دور جلالته الكبير في ترصيخ وتطوير علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر مثمنا بكل التقدير والاعتزاز مواقف البحرين الداعمة لمصر وشعبها متمنيا للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرفعة والرقي في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدة كما استعرض صاحب الجلالة مع فخامة الرئيس المصري مجمل الأحداث وتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشانها إضافة إلى تبالل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك